مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة وبنتكلم دايما عن السمنة وعلاقتها بأمراض مختلفة وشكاوى مختلفة من أغلب يعني مرضى السمنة نهاردة هنتكلم عن العلاقة ما بين السمنة والانزلاق الغضروفي تحديدا وبنسمع دي في البيوت كتير تلاقي حد أوفرويت أو عنده زيادة في الوزن قولك ظهري وجعني مفاصل وجعاني ركبتي وجعاني حاجات زي كده كتيرة طب إيه السبب من ده هل فكرة هنا الدهون هي اللي بتسبب السمنة وبالتالي بتأثر على المفاصل بتأثر على الغضروف بتاعنا خلينا نعرف ده وعلاجه في نفس الوقت إزاي إحنا بنترح المشكلة وأكيد كمان طرق العلاق وكل ده من خلال دفتنا دكتور إيمان المراكبي أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية التب جامعة عين شمس بونجور بونجور صباح الجمال وملاخ تاني في غاية الأهمية حقيقي وطبعا فيه ربط كبير ما بين السمنة وقصة أن البني آدم يبقى ركبه سليمة الغضروف عنده سليمة المفاصل بتاعته سليمة لأن السمنة بالطبيعة الحال بتؤثر بشكل سلبي جدا خصوصا كمان مع كبار السن خليه نبدأ من هنا طبعا أول حاجة زي ما حريك بتقولي أن السمنة بتسبب مشاكل في الركب في خشونا في الركب والكلام ده كله نتيجة تقل الوزن على الركب زي ما بيحصل كده هنا في الركب بيحصل خشونا بيحصل برضو أسفل الظهر خشونا في الفقرات في الأول وبعد كده يحصل انزلاق غضروفي يعني انزلاق غضروفي يعني الفقرات ربنا خلقها خط مستقيم زي ما انتوا شايفين كده البرج القاهرة خط مستقيم كده هو مزبوط بالمقاسات متقطع متقطع ليه زي كتب فوق بعض كده لما يبتدي الخلل يحصل في الوزن يبتدي يحصل ضغط على الكتب اللي فوق بعضيها دي يبتدي بين كل كتاب وكتاب عندي زي حتة جيلاتينة كده صغيرة بنسميها الدسك أو الغضروف يبتدي ده يتزحلق لما يتزحلق ما هو انت دلوقتي عملا تكبسي عليه بالوزن يروح متزحلق يضغط على جدور الأعصاب اللي طالع من النخاء الشوكي فيبتدي أو يعني بنكون احنا خلاص بقى في عندنا في اليامة اللي هو في الفقرات القطنية اللي تحت دي بيكون خلاص خلص النخاء تمام فبيحصل ايه بيحصل الجزور الأعصاب دي بتبقى طالع من ما بعد النخاء يعني النخاء خلاص بيكون خلص واللي تحت ده كله مش نخاء خلاص بيبقى جزور أعصاب فاحنا في الجزئية دي بيضغط على جزور الأعصاب فيعمل لي عرق النسا لأن جدر العصب ده اسمه عرق النسا هو ليس مو كده بالمناسبة هو اسمه كده اسمه عرق النسا مش معنى النسا مش النسا بزبط لأنه بيجي في الرجال والستات بيجي في الرجال والستات دايما نتسئل السؤال ده يقول لي يا دكتور أنا ازاي عمدي عرق النسا مش ده بيجي في النسا بس قوله لأ هو اسمه النسا بفتش وإيه النسا ده يعني هو اسمه كده يعني يعني زي زي صياتيك نيرف ده هو يعني بيبقى بالترجمة العربي بتاعته النساء فإذا الوضع بيحصل إيه بقى ألم شديد يجي ألم شديد أسفل الظهر يجي الكهرباء الزيادة تضرب في الفخد من وراء من وراء أو من قدام حسب مكان الانزلاق وضغط على أنهي جدر من جزور العصاب يعملك زي الكهرباء واجهة شديد جدا ممكن الإنسان مقدرش يروح شغله يبقى محتاج دايما طول الوقت ينام على ظهره ساعات الوقفة تتعبوا القاعدة تتعبوا في بعض الحالات المتأخرة قوي بيبتدي المريض ينحني لقدامي يعني إيه ما ماشي ده مع كبر السن بتاقيق لي ده مع الانزلاق أنا بتكلم دلوقتي مهما كان السن نتيجة شدة الوجع وضغط الجامد قوي والقصص دي فبيحصل معي وجع شديد جدا طب إحنا نحمي نفسنا إزاي إن أنا أبقى وزني طول الوقت كويس مش لازم أستنى لما يجيلي ينزل لقض روفي واتغصب إن أنا ساعتها يا أمي أعمل تكميم لأن الدكتور بيقولك اللي جاب لك المشكلة إن أنت زايدة في الوزن يتنزلي في الوزن يتروحي تعملي تكميم يتروحي تعملي تحويل مصاري يتروحي تعملي مش عارف إيه طب أنا إيه اللي يزنقني إن أنا أعمل الكلام دوة الوقاية خير من العلاج يبقى هبتدي أول حاجة إن أنا أخس طب هخس إزاي طرو الأمنة بقى عشان نخس إزاي طرو الأمنة هي أهم حاجة الأمان لأن إحنا كل الناس بتخاف من أدوية التخصيص جدا طبعا فإحنا بنقول للناس أنا دايما نقول لهم ده مش دوة ده مكمل غذائي اسمه بيستا فيه ثلاث ألياف رئيسية اللي هي ردة الأمح والشوفان والسيليوم وعليهم الكروميوم وكمان فيه مالتي فيتامينز برضو موجودة جوه المنتج اللي هو البستا بحيث إن إيه يعني مجموعة فيتامينز كده تساعد شوية في نزول الوزن طيب تاني حاجة إيه الفايدة بتاعته هو كيس بيتدوب على كوباية مية وبيتاخد ثلاث مرات قبل الوجبات الرئيسية بيبقى إيه الفايدة بتاعته إنه بيملى البطن لدرجة إنه تفضلي حبة صغيرة قوي هم دول اللي أنا أأكل فيهم الأكل الطبيعي بتاعي لما أأكل الأكل القليل ده طبيعي جسمي هيحرق وينزل الدهون أمان جداً أيوة لمريض السكر أيوة لمريض الضغط أيوة مريض القلب أيوة يبقى إذن ما عنديش أي مانع من أخده لأنه هو أليف طبيعية إيه تاني بديه معايا ككورس يعني مغزي ويحافظ علي علشان ما حصليش أي مشاكل المالتي فيتامين اللي اسمه قلب مالتي فيت القلب مالتي فيت عبارة عن مجموعة فيتامينز مهمة وأساسية لجسمي يوميا جرعة يومية تتخذ بأمان تام دي فايدتها إن أنا أحافظ على شعري وعلى طقتي وعلى جسمي وعلى ضوافري وعلى شكلي والبهتان اللي في الجسم أو في الوش ما يحصلش والكلام ده كل دول إيه الفيتامينز عبارة عن مجموعة فيتامين بي كومبلكس الشهيرة بكل أنواعها وبتركيزات مقدرة ومقررة ومزبوطة ما فيهاش لأوليلة ولا زيادة الكالسيوم الزينك النحاس فيتامين هي يعني فيها كل الحاجات اللي احنا محتاجاتها للعملية دي وإنتاج الطاقة في الجسم دول اسموهم الكورس اللي هما البستا والقلب مالتي فيت كويس جدا نما بناخدهم على بعض كده ده اسمو الكورس بناخد عليهم هداية مش لازم يعني أخد الاثنين لو أنا مش حاسس عايز عايز ممكن أخد البيستا الواحد ويعمل نتيجة كويسة ده اللي أنا عايز أخده الأفضل الاثنين؟ طبعا طبعا لأن اللي وزنه 130 كيلو وهو بيخس ده أكيد بيفئت فيتامينز يعني اللي وزنه 130 احنا عنوض نخس مثلا نقولي ثلاث شهور ولا أربع شهور فكل ده احنا بنفقت فيتامينز فالصح إنه ناخد الاثنين مع بعض كأن يعني يعني إيه هو علشان هو ما نفعش يتحط الفيتامين جوه المنتج فهم حطوه يعني في منتج لوحده بره فهم قصدي؟ فإحنا كده كده بناخد الاثنين على بعض ككورس وطبعا سعرهم بيبقى هايل لما تخديهم ككورس بيبقى هايل وفي عبوة اقتصادية على فكرة فيها 30 كيس دي سعرها رخيص جدا بالنسبة للمنتجات اللي موجودة في السوق يعني وطبعا مفيش منتج زيه خالص كل المنتجات اللي موجودة في السوق بتشتغل بطرق تانية ومش أمان زي الطريقة بتاعة البستا تاني حاجة الأرقام اللي على الشاشة هي الأرقام الوحيدة الحصرية للمنتج ده ولوكلاء بستا ومفيش أي أرقام أخرى وطبعا نازل عرض اللي هو علبة فيتامين دي هدية ومتابعة مجانية أسبوعية للمرضى مجانا بحيث أن الناس تتابع ببلاش تماما مفيش أي مليمة يتدفع مع أخصائيين تغذية من قبل شركة بايو ناتشرال اللي هي مسؤولة عن منتجات الطبيعية طب دكتور إيمان هل ممكن بيستا يتاخد كبديل للوجبة يعني بمعنى أنا دلوقتي مثلا أكل كتير أوكي وباكل وجبات فيه ناس مش تاكل ثلاث وجبات فيه ناس بطبيعات رهاية تاكل أكتر من ثلاث وجبات فممكن أنا لما بتدي أجوع مثلا بعد الوجبة الأساسية بساعتين ثلاثة اللي هو مش طبيعي طبيعي أن أنا أجوع بعد خمس ست ساعات ده مانمم ممكن لو حسيت أن أنا مش عايز أدب في الأكل أو برا وما فيش لوقتي مكان أن أنا أجيب أكل هلثي أو صحي ممكن أخذ واحدة ساشت على مية تسد نفسي برافو عليك ده اللي أنا بقوله للعينين بالضبط بقول لأن برضو جزء من الرجيم أن إحنا بنعمل حاجة اسمها إيه؟ سكيب أميل يعني إيه سكيب أميل؟ يعني فوتي وجبة لما تلاقي نفسك زدتي في الوزن قوي أو حب أن أنت تثبطي الوزن وتحافظي عليه ما تكليش الوجبات كتير شيلي حاجة طب هنشيلها إزاي بعوضها بالبستا يبقى مثلا أنا مش عايزة أتغدى هروح واخد البستا بدل الغداء إذن هو إيه؟ مكمل غذائي يبقى ممكن أخذه مكان الوجبة؟ أيوة ممكن أخذه مكان الوجبة عادي جدا وده آمن تماما أنه ما فيش أي مشكلة يعني بالليل ليه بقى؟ لأن العينين بيقوموا بالليل جعانين عاوزين يقوموا يفتحوا التلاجة وياكلوا فبقول لهم كده طب أنا خلاص مش هاكل بالليل خالص أقول له أسفة خد البستا ونام برضو نفس القصة بلاش حاجة بعديها يبقى أنت كده مش هناخد الكالوريز اللي هتتاخد وفي نفس الوقت هنخس هنخس طبيعيا أنت واخد ألياف بتنفش في المعدة بتحسسك بالشبع طول ما انت نايم فكده مش محتاج خالص أنت تاكل أي حاجة وبتحسب علي أن أنا بالليل فوتت وجبة والكورس بيختلف من شخص آخر على حسب السن ولا ملاش علاقة؟ السن إحنا بنبتدي من سن 13 سنة لحد إلى ما شاء الله ونفس الطريقة 3 ساعة 6 سنة نفس الطريقة بس الزيادة في الوزن قوي ننصحهم بأربعة كمان يعني في ناس بقول لهم خدوه أربع مرات اللي هم ما بيقدرش يمسك نفس في ناس معدتك كبيرة جدا اللي وزنه 130 ده ما تتخيليش أنه معدته زي معدتك بالزبط فده معدته ضخمة فعشان تكش معنا لازم الأول إيه إحنا نديها حاجة بتنفش وبعدين شوية بشوية هي بتلاقي نفسها إيه مافيش حاجة جواها تبدي تكش على فكرة المعدة حسب ما بتعوديها صح يعني هي على حسب ما بتعوديها والناس ويهي بتعمل رجيم ده من يقول لك أنا حسس أن معدتي صغرت أنا حسس أن هو تكنيكليم ما بيبقاش حاجة كده بس هو نفسين بتبقى حسس أن معدتك بتبقى نفسين لا واللي عضلة نفسها يعني هي الحكمة في التكميم اللي بيعمل تكميم ما هو بعد كده بيرجع يدخل تاني وتقولي ليه طب ما معدته خلاص تكممت لا المعدة بتنفش تاني بتجبر تاني لأنها عضلة بتمط ايو ايو بتتمط تاني حسب ما بتديها كميرية فعلا حسب ما بتعوديها زي العضلة يعني العضلة لو أنت بتشغليها وكده بتبقى فيها تون نفس الحكاية المعدة لو رهراتت بقى وبقت كده ممكن تستوعب فيل يعني فهمت ازاي فا احنا مش عايزين نوصل لازل المراحل طيب خلينا نتابع برضو كيس زي ما احنا متعودين كده بنشوف كيس على أرض الواقع جربت وانت نتيجة كانت يعني معاها عاملة زي خلينا نتابع احكي لنا قصتك مع باستا وازاي سعادتك تخص اسمي براهيم محمد امام عندي سبعة وعشرين سنة كان وزني مية خمسة وعشرين كيلو ودلوقتي بقيت خمسة وثمانين قبل ما خصي كنت تبعني من حاجات كتير من ضمنها ان انا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في طلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها اي حاجة محروم منها وانا بستخدم فيستا بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي اي مشكلة مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص لغير ان طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فاكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خصيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي اي معاناة في اي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه الحقيقة بحب انصح الناس انهم يستخدموا فيستا حلو جدا طيب تعاني نروح برضو عسائلت السوشيال ميديا لان منحب على قد ما نقدر نجاوب على كل الاسئلة بتتباعت يعني نبدأ بفاطمة عندها 28 سنة وبتعاني او بتقول كنت بعاني من السمنة وعملت دايت بس كل ما بحاول انزل وزني ويعني بتنزل في الوزن شعرها بيتأثر وبشرتها بتبقى بحتانة فتعمل ايه طبعا انصح ان هي تاخد بستا وتاخد معا كمان الالب مالتي فيت لان الاتنين مع بعض محتاجة مية في المية لان دي اتحرمت من الفيتامين فعشان كده بتحصل لها مشكلة هي لازم تبتدي على طول من دي وان على الالب مالتي فيت مع البستا مفيش هزور وكمان تقيس برضو الفيتامين دي وتقيس الغضة الدرقية تحليل الغضة الدرقية لان ممكن يكون دا سبب تساقط الشعر خلي بالك فيه ارتباط وثيق بين تساقط الشعر وبين الغضة الدرقية وبين الفيتامين دي وكمان تاخد بالها انه مكونش عندها حاجة مناعية يعني لازم برضو تزور دكتور جلدية عشان يتأكد ان سقوط الشعر دا مش حاجة مناعية كمان فيه بقى بتقول انا جوزي بيعاني من دهون متراكمة في بطنه ومش راضية تنزل خالص وعنده السكر الكورس دا هيكون مناسب ليه ولا لا؟ طبعا بنسبة 100% الالياف اصلا مش عايز اقولك ان السكر نفسه هيبتدي مع الوقت يقل طول ما هو بينزل في الوزن فعلا وطول ما هو بياخد الياف دا مفيد للسكر دا مش هي بتسأل ينفع ولا ما ينفعش دا مفيد بنسبة ما في الماء اصلا الجسم محتاجة الياف بنسب معينة يوميا فانت لو خدتها من خلال وانا ما بنقولهاش طبعا يعني مفيش حد بياخد السلطة والخضروات والفكرة اللي هي كل يوم طيب ماريانا بتقول انا كنت بعيني من السمنة واخدت الكورس نزلني في الوزن ولسه مكملة بس عاوزة اعرف اقدر ثبت وزني زيان دي قريدي بتاخد الكورس بتاع بيستا هي عايزة تثبت بقى هي تثبت لازم تكمل البستا بعد فترة من ما تنزل الوزن المثالي لازم تقعد بعدها مثلا على الاقل شهرين بتاخد بيستا برضو عشان نثبت الوزن بس بنفس الساشت ونفس بنفس الساشت ونفس كل حاجة متقللش بقى يعني بدل شلاتة خلاص انا خستيت لا شهرين شهرين هنعمل كده بحيث ان انا ما يحصل ليش اللي بنسميه ريباوند ريباوند اللي هو يحصل ارتجاع تاني ونرجع ندخن تاني لان نخلي بالك ان الدهون اللي الناس مش عارفان ان الخلية الدهنية لما بنخس بتتملي مية فبتبتدي بتروح ازاي الخلية هي الخلية مش بتموت مش بتموت موت نهائي هي بتتملي مية فبتروح لكن لو انا على طول بعد منزل في الوزن اتجاهل القصة وارجع يعني اعمل زي ما كنت من غير ما ثبت الوزن يبقى انا كده ممكن ترجع تاني تكبر الخلية الدهنية وتتخن تاني فعشان كده لازم تثبتها انها تمشي شهرين كمان وتشرب مية كويس قوي شرب المية مهم لان هو المية اللي بتخش جوه الخلية الدهنية لما تخش جوه الخلية الدهنية كده خلاص نهت الخلية الدهنية هي بقى حسين ده اخر حاجة من الاسئلة بتقول انا كان وزنها 124 بدأت تعاني من قلم في الظهر وخشونة في الركبة والدكاترة قالولها لازم تنزلي في الوزن متوسط 5 كيلو في الشهر هل الكورس ده هيقدر يحقق لي ده؟ ده هينزلها من 8 ل 12 كيلو في الشهر لا 12 كيلو في الشهر هيبقى كتير قوي خليل نبقى عقلانين 12 كيلو في الشهر ازاي 12 كيلو في الشهر ازاي زي ما حريك قلت كده الناس اللي هي بتسكيب ميل يعني بتاخد البستا دوت ما كان الوجبة ممكن يوصلوا لغاية 12 كيلو فاحنا عشان كده بنادي رينج يعني أنا دلوقتي عندي مناسبة عندي مثلا فرح عندي خطوبة عندي اي حاجة ممكن لو انا بقى خلاص مزنوقة في الوقت قوي ممكن اكل البستا ده يعني كأنه هو ده الوجبات بتاعتي واكل حاجات بسيطة جدا 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 هتلاقي نفسي 12 كيلو في الشهر يعني قصو ده احنا بندي رينج الطبيعة البشرية مختلفة في ناس ملتزمة زي حالتي لو انا مثلا ببقى دخلة بطولة دخلة حاجة وراي مهمة مؤتمر مش عارفة ايه لا وانا عايز انزل لا بنزلهم طب لو انا برحتي بقى يعني عايز انزل على مدى مثلا ايه من دلوقتي من شهر 12 وانا راح اصايف في شهر ستة يبقى على ستة شهور لا انا ساعتها ايه ممكن برحتي انزل مثلا تمانية كيلو كل شهر وده جميل قوي يعني انت لو نزلت تمانية كيلو في الشهر ده رائع يعني هو الانسان كام كيلو يعني علشان يقعد يستني ستة شهور يعني فما ده هتختفي بقى بالزبط فدي كده تقدر تمشي عليه واوعدها ان هو اتليست اتليست تمانية كيلو في الشهر ان شاء الله والتثبيت ان جنرال لاي حجم بيبقى تقريبا شهرين تقريبا شهرين لا مش اقل من شهرين عشان ما تحكش عليها مش اقل من شهرين نكمل حتى بعد مثبتنا في الوزن طيب بالنسبة مش وجبة انا دلوقتي جعت على سبيل المثال في نص اليوم وحبيت اكل حاجة حلوة اي نوع بقى وده طبعا مش كويس بس نفسي راحت لي اعمل ايه يعني خلاص انا خدت الوجبة بتاعتي وخدت الساشن بتاعتي لسه من شوية بس جالي كريفنج لحاجة حلوة لشوكولاتاية بتاع عادي ولا ده بيأثر ولا حيبوز الدنيا بصي بقى مع الوقت واحنا بناخد باستا واحنا بناخد حاجات صحية وكميات قليلة نتيجة الفراغ اللي فاضل في المعدة قليل فبيبتدي الواحد ايه طبيعي ما بيبقاش الكريفنج ده عالي يعني ما بيبقاش مشتاء قوي للسكريات زي قبل ما يبتدي الباستا دي ميزة لان الالياف بتصد النفس واخد بالك فلما تصد النفس مش هتبقي طول الوقت عند الكريفنج اللي بتحكي عليه لكن لو حصل الكريفنج ناكل فاكهة يعني مثلا تفاحة خضرة تفاحة حمرة مزايا واخد بالك الحاجات اللي هي يعني ما تبقاش حلو حلو يعني ده الصح انا بكلمك على الايديال المزبوط لكن لو واحدة مش قادرة ممكن حاجة بسيطة من الحلويات مفيش مشكلة يعني مفيش مشكلة بس زي ما بقول حضرتك فيه فرق ان انا عندي تارجت عايز نعمل حاجة بسرعة ولا برحتي اللي عنده وقت برحتي بس دي موجودة ودي موجودة ودي نتاجتها مع بست مضمونة مضمونة ودي نتاجتها مع بست مضمونة ده الكرام المهم جدا لكل حال الكورس ده متوفر من خلال الأرقام اللي موجودة وبيوصل لكل المحافظات وزي ما هيك اكدت بالتفيه متابعة يعني بشكل دوري وهدي علبة فيتامين دي على الكورس وكمان حاليا في القهوة الخضرة دي عبارة عن منتج طبعا طبيعي هو الجرين كوفي بيزود الحر وهو أنتي أكسيدنت وده ممكن نطلبه برضو من خلال نفس الأرقام كده احنا نبقى بنحارب السمنة بكل الطرق الممكنة بالألياف وبالقهوة الخضرة والفيتامينز اللي الجسم محتاجها أثناء نزول الوزن وعشان ما حصلناش أي أعراض جانبية نقص فيتامين دي اللي قد يكون موجودة عند بعض الناس يبقى احنا كده بنحارب كله فاضلي الغدى فاضلي الغدى درقية لو الواحد عنده نقص في الغدى أو مشكلة في الغدى التهابات في الغدى أي حاجة ده اللي لازم يتوجه لدكتور غدى تصمع رائع جدا دكتور إمان نورتينا كالعادة بجدد أنا بشكرك ربنا نشال ليك يا حبيبتي بشكر حضراتكو برضو كالعادة على متابعتنا المحترمة وبالتوفيق بس في ختام الحلقة عايز أقول بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهل ندينا العظيم ومباراته أمام فيوتر بإذن الله كده نيجي يوم لحده نقول صباح النصر مع السلامة